في كل حلقة نحاول أن نسلط الضوء أكثر على الانتخابات لنجعل هذا اليوم أقرب إلى المواطنين بكل تفاصيله واليوم سنتحدث عن جانبين الجانب الأول هو جانب التشجيعي لخوض غمار الانتخابات وأيضا الجانب الثاني هو تهيئة البيئة الانتخابية لذوي الإعاقة وبدأ أرحب بالسيد قيسر شدات رئيس قسم مؤسسات المجتمع المدني في الهيئة المستقلة للانتخاب مرحبا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك نعم بداية بالتأكيد نحكي عن التجهيزات لذوي الإعاقة وكيف يقدروا يكونوا موجودين في يوم الانتخابات كيف سيتوزعوا وكل التفاصيل المتعلقة فيهم نعم بداية زي ما تعرفوا الهيئة المستقلة للانتخاب بتعاون مع شركاتها وزارة التربية والتعليم مشكورة والمجلس الأعلى للحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تم تجهيز 95 مركز نموذجي لأشخاص ذوي الإعاقة وفتحنا باب الانتقال لهم سابقا على هذه المراكز وكان باب الانتقال إما إلكترونيا أو الانتقال من خلال الذهاب إلى دارة الأحوال المدنية فكان هناك خيار إما إلكتروني للتسهيل من خلال موقع الهيئة الإلكتروني أو من خلال الذهاب إلى دوار الأحوال المدنية طبعا نحن نحكي بالمراكز النموذجية هي مراكز مهيئة بدءا من الساحات الخارجية ودخورا إلى مراكز اقتراع والفرز ومثل المسارات الأرضية الموجودة لإعاقة البصرية وضعاف البصر برضو كمان من حيث المشاركة نحن اليوم نحكي تم تجهيز أو تدريب العاملين في العملية الانتخابية ومن ضمنهم المتطوعين في مراكز الاقتراع والفرز المتطوعين اليوم أو في معاهم رابط هذا الرابط الاتصال المرئي للأشخاص ذوي العاقة السمعية وضعاف السمع بإمكانهم اليوم الاتصال مع غرفة العمليات التي ستكون موجودة في حال وجود أي استفسار أو شكوى يقوم المترجم بترجمة هذه الشكوى ومعالجتها وإذا كان هناك استفسار يقوم بالإجابة عليها برضو من حيث تعزيز المشاركة الهيئة المستقلة للانتخاب كان هناك توقيع اتفاقي أو مذكر تفاهم ما بين نقابة المحامين والمركز الضوء للحقوق الإنسان والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي العاقة والهيئة المستقلة للانتخاب هذا لكون هناك الجانب القانوني والاستشار القانوني بمعنى إذ كان هناك الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم أي استفسار قانوني بخصوص الانتخابات يقوم بالتواصل مع الجهات الشريكة نعم سيد قيسل هناك عدد للأشخاص من ذوي الإعاقة من يحق لهم الانتخاب بهذا العام؟ للأسف ليس لدى الهيئة المستقلة للانتخاب أي أعداد دقيقة ولكن تم الاستفادة من المعلومات المتوفرة لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة ممن استخرجوا البطاقات التعريفية لدى المجلس وتم عكسها أيضا على قاعدة البيانات في الجداول الناخبين وتم إدراجهم جميعهم في غرف الاقتراع الأرضية في مراكزهم نعم كيف من الممكن اليوم أن نتوجه للأشخاص الذوي الإعاقة ونشجعهم لخوض هذه التجربة هذا العام؟ نعم زي ما تعرف فيه أن الهيئة المستقلة للانتخاب وقامت مع شركائها أيضا بعقد عدة لقاءات مع أشخاص الذوي الإعاقة لتحفيزهم على المشاركة في الانتخابات من حيث الترشح والانتخاب اليوم نحن ندعو الأشخاص الذوي الإعاقة من الذهاب إلى مراهز الاقتراع والفرز اليوم الكوادر عندنا مدربة مهيئة يوجد بالألف وستمائة وخمسين مركز أشخاص مؤهلين للتعامل مع أشخاص الذوي الإعاقة لا يوجد عوائق البيئة الانتخابية في تحسن دائم اليوم ندعوهم إحنا الاستفادة من الخدمات التي قدمتها الهيئة المستقلة للانتخاب مع شركائها وأن يتوجهوا إلى الانتخاب من يمثلهم نعم وبتأكيد أيضا خلال السنوات القادمة ربما سيكون هناك فرص أعلى حتى للأشخاص الذوي الإعاقة بأن يكونوا جزء من مجلس النواب القادم نعم الأمانة المرة هذه تم تسليط الضوء جيدا على الفئة من أشخاص الذوي الإعاقة تم الالتقاء معهم تم تحفيزهم على المشاركة وهناك ثلاث مرشحين في الدائرة العامة من أشخاص الذوي الإعاقة في عندنا ثلاث مرشحين في الدوار المحلية اليوم سأصبح في عندنا مرشحين إما مرشحين أشخاص الذوي الإعاقة وإما أن يكون هناك أشخاص من يمثلهم اليوم على الأشخاص الذوي الإعاقة أن يذهبوا إلى صندوق التراع وليختاروا من يتبنى قضاياهم ويتبنى حقوقهم ويؤمن بحقوقهم نعم أستاذ قيس هذه المرة نحن نتحدث عن انتخابات مختلفة تماما والجميع يعني ينتظر نتائج هذه الانتخابات المواطنين يعني يحاولون بكل الوسائل والطرق أن يتعرفوا أكثر على القوائم الانتخابية والبرامج حتى يكون جزء من الإصلاح الديمقراطي الذي يتوجه إليه الأردن لمن لديه شك حتى هذه اللحظة لا يعرف إن كان سيصوت أو لا ماذا تقول له الهيئة المستقلة للانتخاب وتحديدا في ضمان الشفافية العالية لنتائج هذه الانتخابات نعم اليوم نتحدث عن مجموعة من ضمانات النزاه التي وفرتها الهيئة المستقلة للانتخاب بدءا من عرض زاول الناخبين الأولية فتحنا باب الاعتراض والضعون عليها وباب الاعتراض والضعون على الغير ومن ثم الترشح ومن ثم يوم الاقتراع يوم الاقتراع يوجد عندنا تقريبا أو يوجد عندنا عشرين جهة رقابية بتقريبا بخمس تالاف مراقب منتشرين في أنحاء وجميع مناطق المملكة هذول المراقبين المحليين والدوليين والصحفيين يقوموا برصد جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة المستقلة للانتخاب ويتم الآن نتحدث عن مرحلة الاقتراع وما بعد مرحلة الاقتراع اليوم نحكي عن الفرز الفرز بوجود في نفس القاعة لا يوجد نقل للصناديق لا يوجد إغلاق أو قطاع الكهرباء اليوم نحن رح يكون المراقبين موجودين في براكز الاقتراع والفرز بعد أن تغلق الصناديق على الساعة السابعة لا يوجد تمديد ومن ثم يكون الفرز في نفس القاعة ولا يوجد نقل لأي صندوق ما يدعي البعض أو إهايه نعم هل هناك من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب محادثات وجولات واستبيانات مع المواطنين لمعرفة النسبة المتوقعة أو نسبة المشاركة هل هناك تحفيز أو تحفز من قبل المواطنين لمشاركة هذه المرة تشهد الهيئة المستقلة للانتخاب بصراحة رامية اليوم نحن لا يهمنا العدد الهيئة المستقلة يهمها شيء واحد أن تدير الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وحياد النسبة نعم مهمة ولكن الأهم هي ضمانة نزاهة وحياد العملية الانتخابية اليوم نحكي عن منظومة التحديث السياسي منظومة موجودة فيها عندنا قائمتين قائمة محلية وقائمة حزبية اليوم ننظر إلى الجميع في عين الحياد وبالتالي سوف تكون الهيئة المستقلة للانتخاب هي من تدير العملية الانتخابية وما يهمها وما تصف إليه هي عملية انتخابية نزيهة وشفافة وأي أسئلة واي استفسارات طبعا من قبل المواطنين بيقدروا يتواصلوا مباشرة مع الهيئة؟ نعم نحن لدينا عدة وسائل للتواصل مع الهيئة المستقلة للانتخاب نحن لدينا خط اتصال الرقم 117 مية هذا الرقم مجاني من جميع الشبكات تلقينا عليه من يوم الإرادة الملكية السامية أكثر من 70 ألف مكالمة بما فيها الشكاوي والاستفسارات والبلاغات السرية يتم التعامل مع جميعها بكل حياد نعالج ما نستطيع علاجه إذا كان يخص الهيئة المستقلة للانتخاب ونحول الاستفسارات الأخرى إلى المديريات والمعنية في الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم نحن نحن نحكي عن إجراءات تقوم بها الهيئة المستقلة على سبيل المثال نتحدث اليوم عن لجنة الجرام الانتخابية برئاسة المفوض الأستاذ عمار حسيني وفيها ثلاث ملفات رئيسية العنف ضد المرأة والرشاوة الانتخابية والدعاية الانتخابية نقوم برصد ما نرصده ومعالجته ومن ثم قمنا بتعيين نعم كل الشكر لسيد قيسر شيدات رئيس قصر تمضي على مستوى المجتمع المدني في الهيئة المستقلة للانتخاب إذن برنامج من هنا نبدأ بشكل يومي يحاول أن يطرح ملف الانتخابات لتقريب الصورة قدر المستطاع إلى المواطنين رصدنا أراء المواطنين في عدة محافظات غدا سنكون في محافظة إربط أيضا لنرصد أراء المواطنين هناك ودائما لأي استفسارات رسلوا لنا عبر رقمنا على واتساب إذن حتى هذه اللحظة نودعكم ونلتقي بكم غدا مع الزميلة إخلاص ألعتهم إلى اللقاء